ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية لشرطة القضائية بمدينة أقادير بتنصيق وطيق مع مصالح المديري العام لمراقبة التراب الوطني منتصف نهار يوم الاثنين خمسة وعشرون أبريل الجاري من توقف ثلاثة أشخاص من بينهم سائق سيارة أجرى وطالبان بجامعة ابن الظهر وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة العشرات من الأسلحة البيضاء المصنوعة بشكل تقليدي بغرض استخدامها في ارتكاب جناية وجنح ضد الأشخاص وحسب بلاغ للمديري العام للأمن الوطني فقد مكنت أبحاث الشرطة القضائية من توقف سائق سيارة أجرى بالقرب من الحي الجامعي بمدينة أجادير وهو في حالة تلبس بتسليم الطالبين المشتبه فيهما كيسا ملفوفا يضم بداخله تلاتة وعشرون ساطورا مصنوعا بطريقة تقليدية وتشير الأبحاث والتحريات المنجزة يضيف البلاغ إلى أن هذه الصواطير المحجوزة تمت صناعتها بشكل تقليدي عند شخص يمتهن الحدادة بمنطقة قروية بضواحي ولا التيما وأنها كانت موجهة إلى دخل الحي الجامعي بغراض استعمالها في ارتكاب جناية وجنح ضد الأشخاص وقد تم إخضاع الأشخاص الثلاثة الموقوفين للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات وخلفية صناعة وحيازة هذه الأسلحة البيضاء الخطيرة على أمن الأشخاص والممتلكات بينما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقف كل من تبت تورطه في صناعة هذه الأسلحة البيضاء أو حرض على صناعتها